اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نظمت هيئة نفاذي للمعلومة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظمت يوما تكوينيا حول حق نفاذي للمعلومة وشفافية الحياة العامة لفائدة مجموعة من الصحفيين أمل مكي صحفية تشارك اليوم ضمن مجموعة من الإعلاميين في يوم تكويني حول النفاذ إلى المعلومة وشفافية الحياة العامة أمل تؤكد أهمية نفاذ إلى المعلومة سواء للإعلاميين أو لعموم المواطنين مما يساهم في تعزيز مبادئ شفافية والمسائلة خاصة فيما يتعلق بالمرفق العام في إطار اشتغالي على تحقيق صحفي على الإجراء الحدودي S17 وقتها كنت تقدمت بطلب إحصائيات رقمية من وزارة الداخلية والوزارة صمتت على المطلب المتاعي بالتالي رفضت فتقدمت بقضية لدهية النفاذ المعلومة وكان قرار الهيئة في صالحي وفي إطار حجاج لقدمتها الهيئة في قبولها القضية المتاعي هي أن النفاذ المعلومة والنفاذ المعلومات هذه بالأساس يساهم في مزيد شفافية العمل الحكومي والوزارة بصفة عامة ويساهم في مزيد تحسين العمل الصحفي التونسي اليوم اللي احنا نعتبروه ركيزة من ركائز الديمقراطية أكيد الدورة هذه باش تمكننا من نتعرفه على كيفية الحصول على الوثائق اللي تمكننا من النفاذ إلى المعلومة من تقديم مطالب الوزارات المعنية باش نتحصلوا على المعلومة اللي تمكننا من نتثبت الأخبار اللي قاعدين نشوفوا فيها زائفة أم صحيح وقد أكد رئيس هيئة النفاذ إلى المعلومة عماد الحزق أن نسبة تنفيذ قرارات الهيئة بلغت تسعين بالمئة لكن تبقى مسألة النفاذ إلى المعلومة في حاجة إلى التوعية بأهمية ممارسة هذا الحق هذه مسألة ثقافية بالأساس مسألة تستوجب معناتها دوعية وتحسيس متواصل مش نحكيه على شفافية على مستوى التسيير دولي بالدولة أو على مستوى تسيير الأحزاب السياسية أو على مستوى أيضا المنشآت الإعلامية اللي هي تكون في الرأي العام وتساهم في تسيير المرفق العمومي إذا كان ما يكون معناتها حق نفاذ المعلومة متوفر ومعناتها يمارس على أوسع نطاق ممكن أعتقادي أنه اليوم يجب أن يتواصل الضغط سواء كان من الصحفيين أو سواء من النشطين من أجل إرساء هذه الثقافة النفاذ العنومة وإجبار الهيئة العمومية على أنه تلقاء أنفسها أن تنشر وتعطي ما يتعلق بالشأن العام يجب أن العمل بشفافية والمواطنة التي يلعبها الشيء وقد أكد المشاركون في هذا اليوم التكويني أهمية القانون المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة مما يدعم مشاركة العموم في وضع سياسات ومتابعة تنفيذها وتقييمها دخل طلبة المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطوين في اعتصام مفتوحة وتوقفت بذلك الدروس على خلفية عدة مطالب من أحداث ماجستير بالمعهد في المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بتطوين توقفت الدروس ودخل طلبة المعهد في اعتصام مفتوحة احتجاجا على خلفية مطالب تعلقت بالمطالبة بإحداث ماجستير بالمعهد وتفعيل فتح قسم الهندسة المدنية وتعزيز عدد الأساتذة بهذه المؤسسة يوم العاشر للإضراب دخل المعهد واليوم السادس للاعتصام دخل المعهد الاعتصام مفتوح هذا منجر على عدم موافقة على مطالب وهي المطالب مشروع للطلبة وهو حق الماجستير وتفعيل قسم الهندسة المدنية اللي جانب ذلك هو الترفيع في عدد الأساتذة بالمعهد مطلب الهندسة المدنية هو كما مهم للطلبة بدرجة أقل مهم للجهة بصفة عامة لأنه قسم الهندسة المدنية يصدر فيه قرار بالرائد الرسمي في سنة 2008 أكثر والأده والأمر من هذا هو أنه الماتريال المتعالي تيبيل يخدموا بهم الطلبة متاع الجيني سيفي الموجودين في المؤسسة بتاعنا الماتريال تقريبا يفوق المليار القيمة بتاعه موجود مهما إدارة المحد العالي للدراسات التكنولوجية بتطوينة أكدت من جهتها مشروعية هذه المطالب مشيرة إلى عملها على تفاعل وزارة الإشراف مع هذه المطالب بسياغ مختلفة لإيجاد حل لها المطلب الرئيسي هو الماجستير واللي نعودون بها اليوم في مجلس جامعات إن شاء الله يجينا خبر مفرح من مجلس جامعات الأستاذة لدينا نقص كبير في الأستاذ أحب نعطي كرق مبركة لدينا 16 أستاذ قار وفوق 40 أستاذ فاكاتير معنا عرضي إن شاء الله يتحل الباب الانتدار في الوظيفة العمومية ونأخذ باقينا من الأستاذ إن شاء الله محهد عال للدراسات التكنولوجية بتطوينة بناية متكاملة الفضاءات بحسب المختصين تنتظر تفعيل اللهم قبل وزارة الإشراف وتفاعلا حقيقيا من النسيج الاقتصادي ولسيما الشركات البترولية المنتصبة بالجهة في موضوع آخر تكوين المرأة الريفية في اختصاصات الصناعات التحويلية التقليدية مشروع يندرج في إطار شركة تونسية يابانية ويتولى مركز دعم المرأة الريفية ببركو من ولاية سليانة تنفيذه لفائدة 150 امرأة سنويا لمساعدتهن على بعث المشاريع يهدف مركز دعم المرأة الريفية ببركو الممول من طرف سفارة اليابان بتونس إلى تكوين المرأة الريفية في عدد من اختصاصات الصناعات التحويلية التقليدية يندرج المشروع هذا في إطار تعاون بين جمعية متعانة وسفارة اليابان في تونس وذلك بعد أن قمت بتكوين في اليابان على كونسيبت جابوني اسمه وان فيليج وان بروداكت قرية ومنتوش بعد جيت نال تونس حبيت نطوره الكونسيبت هذا وخدمنا عليه بشنا نفعل أبليكي في المشروع هذا وسيتولى المركز تكوين 150 امرأة سنويا من مرفقاتهن لبعث مشاريع صغرى من شأنها أن تسهم في الارتقاء بأوضاعهن وتثمين منتوجاتهن الفلاحية أنا سعيد جدا بالمساهمة في هذا المشروع والذي تقدر تكاليفه بـ 226 ألف دينار سيتم بفضلها تكوين المرأة الريفية في مجالات متنوعة في الصناعات الغذائية ما سيمكن من أحداث مواطن شغل وهو العمر تحدي كبير بالنسبة للصولة المحلية هذا المركز يعد لبنة جديدة في التعاون بين ولاية سيليانا وصفارة اليابان بتونس خاصة مع وجود عديد المشاريع المشتركة وخاصة في قطاع الغابات والدعم البيئة والتطهير هذه لبنة جديدة في التعاون التونسي الياباني والتعاون اليابان مع جهة سيليانا ما هوش جديد عندنا مشاريع حالية متواصلة في مجال الغابات في مجال التطهير وعندنا بالإضافة للقطاع الخاص عندنا شركات في تعاون في المطقة الصناعية في بورادا مركز دعم المرأة الريفية ببرجو من ولاية سيليانا يأمل منه بعثوه أن يسهم في تحسين ظروف المرأة الريفية وتثمين المنتجات الفلاحية بالجهة فشان الانتخابي من المنتظر أن يعلن مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اليوم أو غدا عن النتائج النهائية لدور الأول للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء مراحل نزاع القضائي برض المحكمة الإدارية جميع الطعون الاستنافية المقدمة ضد نتائج الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها لتصبح الأحكام القضائية باتة ونهائية وستنطلق إثر ذلك الحملة الانتخابية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية التي يتنافس عليها المترشحان قيس سعيد ونبيل قروي اجتماعيا الآن وفي الحمامات ورشة نقليمية حول الوقاية من العنف ضد الأطفال حضرها إخصائيون اجتماعيون لمناقشة محاور عدة قصد إيجاد حلول للحد من ظاهرة العنف ضد الأطفال تعزيز دور الإخصائيين الاجتماعيين في الوقاية من العنف ضد الأطفال والحد منها شاشتهم مثل محور ورشة عمل الإقليمية بلا سميع الحمامات بتنظيم اليونسيف والشبكة العالمية للخدمة الاجتماعية والبنك الدولي بالتعاون مع عاوزات الشؤون الاجتماعية الدورة التي تقام هذه السنة في تونس خلال الأيام القليلة القادمة لنجتمع جهوي للتشوري والتطرق لعدد كبير من النقاط المحوذية التي تهتم بالمختصين الاجتماعيين والذين لهم دور كبير صلب العائلة الورشة في جدل أعمالها تطرقت إلى تجارب الأقطار المشاركة في مجال تطوير مهنة الخصائيين الاجتماعيين وكذلك الأنظمة الرقمية للمراجع ونفقات في الخدمات المهنة في نصر الحقيقة حصل فيها تطورات مختلفة من الوقت دوت يمكن في مشاكل مختلفة بدأت أنها توجه الأخصائيين الاجتماعيين مرتبطة بالتطور الوظيفي بتاعهم بشكل عام وكيفية تقدير المجتمع لهذا الدور عمل الاجتماعي يجب أن يتحول إلى مهنة معترف بها يجب أن يكون عملاً محترم يقدم خدمة اجتماعية بمستوى عالمي راقي لأن العمل الاجتماعي يمثل صمام الأمان أو الواجهة الأولى لتصدي للمشاكل الاجتماعية وتبدو التجربة التونسية رائدة في هذا المجال لتتصدر تونس مرتبة عالمية مشرفة ثم تستعرض وزاة الشؤون الاجتماعية أهم التطورات في هذا الباب اليوم ما نجموشي نقدمه ما نجموشي تكون عنا إحصائيات شفافة كان معتنيناش بالوضع المهني والمادي للعاملين في المجال الاجتماعي ويتعلق الأمر زادة كذلك بتطوير مهاراتهم بتطوير كفاءاتهم حتى نتمكن من أنه تكون عنا الإحصائيات والدراسات الحقيقية التي تجعلنا نقف على الأولويات الوطنية في المجال الاجتماعي هذا وسيعمل المشاركون في هذه الورشة على سياغة خطة عمل تساعد على تعزيز العمل الاجتماعي في منطقة المغرب والمشرق العربيين لتحفيز الجهيات المانحة والحكومات على الاستثمار أكثر في النظم الاجتماعية إناس المعيوفي مربية توفيت مؤخراً بعد أن وهبت زوجها المريض الحياة بالتبرع بكليتها تم تأبينها في المدرسة الابتدائية بالقصرين التي كانت تدرس فيها ذكريات جميلة تحدثت عنها تلميذ ريتاج بمشاعر الحزن والشوق والحنين والدموع كثيراً ما يجذبها الحنين إليها إلى معلمتنا ترسخت مبادئها وأخلاقها بذاكرة ريتاج التي تتردد على قسمنا جمعها بها بامرأة كاملة الأوصاف فكانت لها المربية والصديقة والأمة قريت عمناها في القسم هذا عند أنستي إناس هي غابت صحيح أما ما غابتش فيها عنا نحنا مازلت لتاو نشوفه فيه هي ضاحة كي ما ضاحتنا نحنا ضاحتها لعائلتها مرة حطتنا هنا يتلع في أورو مدتا شتح وشبت حتنا ننزل كل نقول لها أنا ما ننسوكش ما ننسوكش طول عمارنا إناس المعيوفي المربية المميزة كما وصفتها ريتاج كانت أيضا زوجة صالحة فقد كانت الدواء لزوجها الطبيب وهي من وهبته الحياة بالتبرع بكليتها إليه ووافتها المنية إثرها إناس المعيوفي التي غادرتنا في ظروف مأساوية في ظروف معناها لم تتحدث عنها الأساطير التي تبرعت بكليتها ثم فارقت الحياة بعد غيبوبة دامت الشهر هو حفل للتأبين سنؤبن هذه السنة المفقودين الذين غيبهم الموت تحت شعار في حضرة الغياب لكي نؤبر فقدتنا التي رحلت جسداً ولكن ظلت روحاً ترفرف حولنا ترفرف فينا مشكورين للإخوة الفرع الجامعي والتحاد الجهوي للفرقصين على إحلاحات التظاهرة لتكريم المعلمين والمربين وفعلاً هي مناسبة نحيي فيها ونحيي فيها ونكرم فيها المعلم المقدمه خاصة في المناطق النائع في الأرياف وبأكاليل من الزهور يكرم كل مربنا حاضراً كان أو غائباً فما أشرقت في الكون أي حضارة إلا وكانت من ضياء معلمنا مع انطلاق سنة دراسية للمرحلة التحضيرية وببادرة من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني تم التهيئة المدرسة الابتدائية نجلح ببرغيبة بقربة وتزويقها بادرة أكدت الجهات المساهمة فيها ضرورة تعميمها على بقية المدارس العمومية احتفالاً بانطلاق فعاليات الأقسام التحضيرية وبمساهمة مختلف منظمات وجمعيات المجتمع المدني ازدانت المدرسة الابتدائية نهج ببرغيبة بقربة بحلة جديدة بإعادة تهيئة وتزويق للفضاء بما يتماشى مع سن الأطفال سيما تلاميذ التحضيري حاجة تثلج الصدر وخاصة وأنه المجهود الإضافي في تحضير أو في تجهيز وبناء المركب الصحي وفق مواصفات حديثة تتجاوب مع خصوصية السن متى أبنائنا التلاميذ بينا اليوم في هذا الحفل البيج أن المدرسة العمومية قادرة على التمييز والإبداع بفضل تضافر جهود الإدارة، الوزارة، الإطار التربوي الموجود بالمدرسة أطراف الاجتماعية وجمعيات العمل المدني التي قامت بالفعل بإعانة ومساعدة المدرسة العملية في أغلبها جاءت كمبادرة من المجتمع المدني تمويلا وتنفيذا بالرجوع إلى أهمية هذه الفصول التحضيرية في العملية التربوية ما خلق جوا من الرضا والاستحسان ولتكون البادرة دعوة للجهات المعنية بتعميم التجربة سعداء بأننا نقوم بفضاء عمومي محترم لأبناء شعبنا لكن في نفس الوقت نطالب الدولة باعتبار أنه سن ما قبل الدراسة هو حق دستوري أن يقع تعميم مثل هذا الفضاء على جميع المدارس الفجائية تمويل هذا كان من المجتمع المدني ونتمنى للناس قلت تتحرك باش نصلحوا مدارسنا اللي تهمشت وإن شاء الله تولي مدارسنا كي من هكا وأحسن من هكا الجهة الفضاء نظيف ومنظم ديكوري بيان ديكوري صغيرات فرحين وأجوئ هيلة إن شاء الله سنة دراسية موافقة شيء يعمل كيف مصابل المدارس كل في تونس الجمهورية كل هكا بادرة تعتبر فريدة من نوعها اعتبرها عدد من الملاحظين ذات جدوى للبدء العملية الإصلاحية في مجال التربية وفي الختم نذكركم مشاهدين بعناوين نشرتنا هيئة النفاذ إلى المعلومة تعلن أن نسبة تنفيذ قراراتها تبلغ 90% وتدعو إلى توعية بأهمية ممارسة هذا الحق تكوين والمرأة الريفية في اختصاصات الصناعات التحولية التقليدية مشروع شراكة تونسية يابانية لمساعدة المرأة الريفية على بعض المشاريع وإعادة تهيئة المدرسة الابتدائية بقربة وتزويقها لاستقبال تلميذة تحذري وجمعيات المجتمع المدني تدعو إلى تعميم هذه التجربة وكالعادة مشاهدين بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة تلفزة تونسية نشكر ومتابعتكم وإلى اللقاء